زي العادة وكل جمعة بيبقى عندنا محاولة كده لجمع تساؤلات على مدار الأسبوع في أمور كتير ويمكن الأسبوع اللي فات والقابله والأسابيع سابق كتير إذا كان في سؤال كبير في الظرف الاجتماعي والاقتصادي العالمي الحالي فهو سؤال ليه شقين وليه زويتين يخص أنه كل واحد فينا عنده تحدي حقيقي في ميزانيته في زيادة دخله بشكل الأشكال كل الناس في كل المستويات النص الأولاني من السؤال اللي احنا كمان لازم نطرحه ونسأله لأصحاب الأعمال والناس اللي مسؤولة عن موظفين في مؤسسات في شركات في مصانع في مستشفيات في أي مكان في مصر وانت كده بتخرج كشف حسابك اليومي شوف الرجل اللي بياخد أقل مرتب عندك واسأل نفسك السؤال هو الرجل ده يقدر يعيش بالرقم ده ولا لا ده سؤال مهم قوي قوي بالمناسبة على الجانب التاني من هذا السؤال وإذا كنت عندك رأح شخص بياخد أقل من الحد الأدنى من الأجور أو عندك أشخاص ما بش قادرين يعيشوا بالرتب بتاعهم يبقى أنت عندك تحدي حقيقي لتطوير شغلك عشان نقدر نعدي من الأزمة دي ده نص تاني من السؤال يخص أو النص الأول من السؤال يخص أصحاب العمل النص التاني بقى اللي يخص فئة كبيرة من الناس وبالمناسبة لما بنسأل عن أرقام بنتصدم إنه إذا إحنا بنتكلم عن الأجور وعن معدلات الأجور وعن الناس قادرة تعيش إزاي في تحدي اقتصادي وزارفه صعب جدا في النص التاني لأحنا بنتكلم عن ناس حتى العمل الثابت مش موجود وحتى الدخل الثابت مش موجود وبالتالي بتظهر بقى جهود الحكومة الحقيقية جهود المجتمع وجهود التوعية إنه إحنا نقول للناس ونقول لبعض إنه في قطاعات كبيرة من الناس لازم تدخل سوق العمل في ناس جديدة لازم نشوفها في سوق العمل لما زمان كنا بنتكلم عن تمكين المرأة كانت كلمة تبان تقيلة والمرأة اللي بتساعد وإزاي دورها في الاقتصاد كانت كلمة جديدة بس كانت كلمة جديدة من عشرين سنة لكن دلوقتي إحنا بنتكلم عن مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بتبقى بعد فترة متوسطة وكبيرة بتبتديها ست في بيتها أو راجل عنده صنعة كويسة في ورشة مش عايزة أقول في مصنع صغيرة في ورشة صغيرة الأصل في الأمور إن الحاجات الصغيرة دي تكبر والأصل في الأمور إن المشروع الصغير والفكرة وإن الشخص اللي عنده حاجة حلوة يقدر يسوقها ويوصلها إلى مجالات أوسع يجي بقى الجزء الثاني للسؤال أنا لو عندي فكرة ولو عندي حاجة عاوزة أعملها إيه اللي نقصني عشان أبقى بساهم مش بس في الاقتصاد الدولة صدقوني لما تيجي تسأل شخص وتقوله أنت هتساهم في اقتصاد الدولة وإنت بتعمل حاجة كبيرة أو حاجة عظيمة هيولك على راسي من فوق بس أنا عايزة أساهم في اقتصاد بيتي أنا عايزة أكسب فيبقى عنده التحدي الأولاني إنه يبتدي مشروعه والتحدي التاني إنه يعمل منتج تحدي الأهم إن المنتج ده يبقى بجودة عالية تقدر تنافس تنافس بقى محليا وتنافس عالميا وبمناسبة المنافسة أنا كل ده بقول لحضراتكم ليه بنحكي عن الفكرة دي لأنه الأمل حاليا في إنه قطاعات جديدة تدخل مجالات تحديدا الصناعة وإنه قطاعات جديدة تعمل شغل كويس جوه الصناعة فبالتالي نقدر نستغنى عن الاستيراد وبالتالي نقدر كمان نصدر إنتوا هتسمعوا إنه الدولة بتتكلم ده فده طول الوقت الدولة بتقول إن إحنا هنشجع التصدير هنشجع المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر طبعا الكلام في الحكاية دي طول ويحتاج وقت طويل جدا وتفاصيل كتير عشان نعرف الخطوة من 1 ل2 ل6 ل10 إحنا في الحلقة اللي فاتت تتكلمنا عن فكرة القروض وإزاي تمكين الناس وإزاي شخص عايز يبتدي مشروع ياخد رأس مال المشروع عندي سؤال هترحوا وخلونا أيا كان المسؤولين اللي بيتفرجوا علينا السؤال ده للمسؤولين أولا لو أنا عديت خطوة 1 و 2 و 5 و 6 وعملت منتج كويس وقدريني فسأنا عايزة أسوقه هل إحنا متوقعين أنه في 20-22 الناس اللي عندها مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر هتسوق مشروعاتها قدام بابتهم واللي هيبيع المنتج اللي هو بيعمله ده زي ما إحنا فاكرين كده على مواقع التواصل الاجتماعي وبس هل إحنا بس متخيلين أن إحنا هنقعد نلف في نفس الدائرة ونبيع لبعض وننفع بعض بالمصطلح المصري الأصيل وده حاجة لذيذة جدا بالمناسبة إذا كنا منتكلم عن تمكين حقيقي وعن تصدير حقيقي إمتى أي شخص عنده مشروع صغير ومتوسط يبقى قادر يتفتح له أفاق للعالمية وبالمناسبة المضادة مش كلام كبير ولا صعب إمتى أقدر أقول أن أنا أقدر أحط المنتج بتاعي على موقع كبير زي المواقع التجارية العالمية اللي كل الناس من كل البلاد بتحطوا منتجاتها عليها ويتصدر بسهولة كده واحدة من الحاجات اللي لفتت نظري جدا أنه حد كان بيشارك خبرته يعني أنه أنا أقدر أستورد أي حاجة من أي بلد في الدنيا وأنا قاعد في بيتي أنا أقدر أدوس أختار من على موقع كبير جدا أنا عايز أشتري فرشة الشعر دي تجيلي من الصين تجيلي لحد باب بيتي ودي التجارة العالمية الجديدة جرب كده تشوف أنا عندي فرشة شعر عايز أحطها على نفس الموقع عشان تروح الصين جرب كده وشوف هي بتروح ولا لأ وده السؤال إحنا هنقدر نمكن الناس اللي بتعمل منتجات محلية جيدة الصنع متقنة الصنع تخرج بر حدود البلد بسهولة وبسلاسة وبدون عرقيل وبدون إجراءات أنا بتوقع أنه ده سؤال كبير إحنا محتاجين نترحه ومحتاجين وإحنا بنتفرج ونشوف الدعم الحقيقي اللي بيحصل للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتنهية الصغر إننا نشوف الناس دي مش بس بتاخد دعم لحد ما المنتج يخرج لكن كمان دعم لحد ما يخرج إلى أفاق أوسع كتيراً